نظمت دار الأوبرا احتفالات بذكر ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وأقدم النجم السوري الكبير صفوان بهلوان حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الماسترو سليم سحاب ومشاركة المطربين آيات فاروق سارة سحاب أحمد عفت وعازف الكمان عزيز المصري وللمزيد من المتابع ينضم إلينا من دار الأوبرا مراسلنا أحمد الحسيني أحمد هل لك أن تنقل لنا الأجواء لديك؟ نعم ريهام تحية لك أجواء من الطرب الشرقي الجميل يشهد هنا المصرح الكبير بدار الأوبرا المصرية دعيني أقول لك في البداية أن هناك إقبال كبير جدا من الجمهور الأوبرا الراقي الذي كان حريصا على حضور هذا الحفل في ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال الأساد محمد عبد الوهاب الذي ولد في مثل هذا اليوم الثالث عشر من مارس ورحل عن عالمنا في الرابع من مايو من عام 1991 الحفل بدأ مع عازف الكمان الفنان عزيز المصري الذي قدم باقة من أجمل ألحان الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ثم دخلت الفنانة سارة سليم وقدمت أيضا باقة من أغنيات التي قام بتلحينها الموسيقار محمد عبد الوهاب وكان على رأسها أولها أغني ست الحبايب طبعا بمناسبة اتقبلنا لعيد الأم في شهر مارس الحالي بمشيئة الله بعد ذلك دخل مجموعة من المطربين منهم الفنان أحمد عفت وكذلك الفنانة آيات فاروق والذين قدموا أيضا مجموعة كبيرة جدا من أغنيات محمد عبد الوهاب سواء التي شارك في تلحينها أو التي قام أيضا بغنائها استعدادات كبيرة أقامتها دار الأوبرا المصرية وهي قوة مصر النعمة التي دائما حريصة على تنظيم مثل هذه الحفلات في هذه المناسبات التي تعتبر رمز للقوة النعمة لمصر ولدار الأوبرا المصرية على مستوى عالمنا العربي أشكرك جزيلا شكر أحمد الحسيني مراسلنا من دار الأوبرا المصرية شكرا جزيلا